التصحيح هايجي امتا؟ التطوير هايجي امتا؟ ولا الناس دي؟ أنا مستغرب ان الناس دي بتحكم وهي المفروض اللي هي عندها خبرات هي دي ايه؟ الناس اللي هي المسؤولة اللي في الملعب حكام المباردو هم نسيين القانون ولا الأهواء بتغلب عليهم؟ أنا عايز أعرف ولا بتحكم ازاي؟ بتحكم بقلبك وميولك ولا بتحكم بايه؟ طب ماشي الخبير الأجنبي بيريرا اللي هو جاه طب بيعمل ايه في وسط كل الأخطاء دي؟ مفيش تصحيح مفيش اجتماعات مفيش للحكام دول يعني أنا مش عايز أقول لنه هو بقى ياخد قرارات يوقف حكم لا يعني مفيش حساب مع الحكام دي؟ طب بلاش دي؟ تعينات الحكام بتتم ازاي؟ على الأهواء؟ يعني على حسب المزاج؟ ولا على حسب ايه؟ مين اللي بيحط الحكام؟ مين المسؤول؟ طب فين المعايير اللي بناءنا عليها بتحط الحكم ده في الماتش الفلاني والحكم ده فين المعايير؟ لا أنا مش شايف اي معايير بصراحة مش شايف اي حاج مش شايف اي معايير ولا اي تصحيح ولا اي تطوير طيب ماتش فارق كتير الحمد لله النادي الاهلي فارق كتير وإلا كان السيناريو اللي احنا شفناه سنتين اللي فاته كانتكرر الحمد لله ان النادي الاهلي فارق وبعيد وان شاء الله يكمل بإذن الله رب العالمي ونحسمها بدري إنما اللي أنا شايفه لا ده تكرار للي كان بيحصل للسنتين اللي فاته هو قانون في أجازة السؤال بس القانون قانون التحكيم في أجازة عندنا يعني هو مجرد ان الحكام بينزلوا لابسين وبذلك يحطوا نفسهم في الملعب يحطوا رجلهم في أرض الملعب ويطلع زي ما دخل لا هو مش هيطلع كمان زي ما دخل بالعكس بالعكس ده هو هيبقى مع نادي على حساب نادي طب إحنا منتظرين إيه أنا عايز أعرف منتظرين إيه عشان ما فيش منافسة فوق طب ما فيه صراع تحت وبعدين حتى لو ما فيش منافسة لفوق ولا فيه صراع تحت يأخذ دي كل واحد حقه إنت تدي كل واحد حقه لأن هتقولي إنه هو في حاجات مش مقصودة لا لا إلا أنا بشوفه لا وأتحاسب عليه أتحاسب على الكلام اللي أنا بقوله إلا أنا بشوفه لا لا في حاجات مقصودة وفيه حاجات متعمدة وفيه حاجات متقال عليها ده اللي أنا شايفه طيب نروح لسؤال تاني هو فيه أزمة بين الحكام وإتحاد الكرة أو المسؤولين عنهم هتقولي بتقول كده ليه هقولك ماشي الحكام وناس كتير عارفة ليهم مستحقات يمكن بقالهم 8 شهور ما خدوش منها حاجة وخدوا أكتر من وعد وما تنفسش الوعد لحد دلوقت آخرهم كان قبل العيد يعني قالوا لهم قبل العيد هنصرف لكم جزء من المستحقات دي لكن اتحاد الكرة تراجع عن صرف المستحقات دي الغريبة دي بقى وبصوا اللي جاي الغريب إن المستحقات دي المستحقات دي عارفين من اللي بيتفحها لاتحاد الكرة الأندية واتحاد الكرة يصرفها للحكام ده فيه نادي عليه تقريباً كلنا عارفينه طبعاً يمكن 70 مليون أو أكتر 70 مليون أو أكتر ودي مستحقات الحكام على فكرة طيب عشان كده ما صرفتوش للحكام لأن اتحاد الكرة عليش ما ده اللي أنا شايفه بيهمه جداً 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 مصلحة النادي ده بس النادي ده حتى مش مساعده خالص السنادي اتحاد الكرة بس النادي ده لما يحصل عنده ديون أو حصل عنده ديون لا أفتح له حساب وسدد الديون عنه بالنيابة وخفف العقوبات وخلي العقوبات اللي عليهم الفيفا تبقى مخففة لا لا ولسه هنشوف حاجات كتيرة لا ولسه في حاجات ما نعرفهاش بصراحة اتحاد الكرة غير واضح لا غير واضح إيه لا واضح هو اتحاد الكرة واضح إنما اللي أنا عايز أقوله العلاقة بين اتحاد الكرة وبين الحكام بين المسؤولين عن الحكام والثواب والعقاب وتصحيح الأخطاء وبرده صار في مستحقات الحكام ده أنت بتوقف بتوقف مع أندية زي خلينا بقى نتكلم على الكوليس أحسن وشايفين لعبتنا وهم بقى في طريقهم لملعب المباراة إن شاء الله إن شاء الله يبقى بإذن الله مكسب الثلاث نقاط النهاردة وزي ما بقوله حضراتكم تحقيق ربع المهمة تحقيق ربع اللعبة بتركب الأوتوبيس في طريقها للملعب إن شاء الله بإذن الله يكون حصد الثلاث نقاط من نصيب النادي الأهلي النهاردة ونبقى زي ما بقوله حضراتكم قدينا ربع المهمة إن شاء الله نحصد الثلاث نقاط من 12 نقطة ربع المهمة نبص على الفترة اللي جاية والتسع نقاط اللي جايين إن شاء الله النسبة للتحكيم أتمنى أتمنى تصحيح الأمر قبل وقوع كارثة تحكمية تكون مش عايز أقول حديث العالم تكون نقطة العالم زي ما حصل قبل كده أنا من هنا عندي ثقة في حكام كتير مصرية عندي ثقة بص عشان برضو أكون حقاني عندي ثقة في بعض الحكام المصرية لكن لابد من تصحيح الأخطاء لابد من السواب والعقاب لابد من صرف مستحقاتهم لأن ده من حقهم ده من حقهم كمان عايز حضراتكم ما تنسوش الانفراد اللي أنا قلت لحضراتكم عليه الإسبوع اللي فات في الستوديو لأنه حيتقال الفترة اللي جاية كتير حيتقال الفترة اللي جاية كتير ده في حالة في حالة ميزة أحد الانديها وصلت إنها تقدر تلعب فيه الكونفدرالية حيقولك إيه الكونفدرالية أقوى بطولة في إفريقيا أقوى بس خليكم فاكريني الكلام ده الكونفدرالية هي أقوى بطولة في قارة إفريقيا ومش بعيد كمان نسمع إن الكونفدرالية أقوى من كاس العالم زي ما قالونا البطولة العربية أقوى من البطولة الأفريقية ده انفراد وحنسمعه وممكن ما نسمعوش مهم أنا بحتفظ بحقي في الانفراد ده عشان لما يتقال يبقوا فتكروا ان احنا أول ناس انفردت بالخبر ده اللي حيتقال ان بطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة ضعيفة بطولة ضعيفة رغم ان الفريق اللي بيقول على نفسه منافس بيودع البطولة من دور المجموعات بيوضحها بدري 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 وجمهورهم هو اللي بيكمل معانا لحد النهائي بس احنا عارفين بيكمل معانا ازاي مهم نتمنى التوفيق للنادي الأهلي النهاردة ان شاء الله خلصت الكلام هنتكلم مع ديوفنا الكبار في الفنيات بعد الفاصل ان شاء الله هنستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد منعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادة عبد الرحمن وكابتن قسامة عراجي أرجوكم انتظروا اشتركوا في القناة